القصة اللي شهد عليها ربنا سبحانه وتعالى بإنها القصة الأكثر رعباً في القرآن الكريم أصحاب الكهف إيه تفاصيل قصتهم وإسم كل واحد فيهم وفي عهد أي نبي حصلت قصة أصحاب الكهف وإيه كانت ديانتهم ومين هو الملك اللي هربوا منه أصحاب الكهف وكان في أي مكان بالتحديد وليه ربنا سبحانه وتعالى أخفى عدد أصحاب الكهف في القرآن الكريم ويعني إيه كلمة رقيم وإيه سبب نوم أصحاب الكهف المدة 309 سنين قمرية يلي الكلب ما دخلش الكهف وإيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى من تقليب أصحاب الكهف أثناء نومهم وهل ماتوا ولا ما زالوا أحياء حتى الآن والروح للسؤال الأهم إيه ساب نزول آيات سورة الكهف أو قصة أصحاب الكهف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكمان إيه اللي هنستفادوا من القصة دي قصة أصحاب الكهف وأنا محمد سيف وإنتم دلوقتي بتسمعوا سيفستان أهلا بكم متابعين الكرام في البداية حيبقى أشكر حضراتكم جدا على دعمكم على الفيديوهات اللي فاتت وأتمنى تستمروا على نفس الدعم ده على الفيديو ده وعلى الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله لإني بصراحة بتعب جدا من حيث المحتوى من جمع المعلومات والإعداد والتقديم وكمان المونتاج لحد رفع الفيديو لحضراتكم فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد وبرضو ما تنساش تعمل فنجان قهوة أو كوبات شاي وتصال على سيدنا النبي ويلا بينا نبدأ في حكايتنا في البداية خلينا نعرف إيه سبب نزول صورة الكهف أو قصة أصحاب الكهف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وفد من قريش راح لبعض اليهود وطلبوا منهم إن هم يروحوا يمتحنوا سيدنا النبي ويسألوا عن بعض الأسئلة اللي حصلت فيه التاريخ اللي فات وبالفعل اليهود راحوا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه بعض الأسئلة سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أسئلة أول سؤال عن أقوام جرى عليهم الزمن وتاني سؤال عن رجل طواف كان بيطوف الأرض والمقصود به زي القرنين وتالت سؤال سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح في بعض الروايات قالوا إن سيدنا النبي فضل حوالي خمس أيام لحد ما نزل عليه الوحي وآيات من سورة الكهف وفي بعض الروايات التانية بتقول إن سيدنا النبي فضل منتظر حوالي خمستاشر يوم لحد ما سيدنا جبريم نزل عليه بإجابات الأسئلة دي وبالفعل نزلت الآيات على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح ويسألونك عن زي القرنين ونزلت الآيات اللي بتتكلم عن قصة أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيمي كانوا من آياتنا عجبة واختلفت الروايات عن زمن أصحاب الكهف في بعض المؤرخين ومفسرين قالوا إن هما كانوا قبل سيدنا عيسى عليه السلام وفي بعض الروايات التانية بتقول إن هما كانوا بعد سيدنا عيسى عليه السلام لكن الأصحة إن هما كانوا قبل سيدنا عيسى والإمام ابن كسير قال إن الشباب دول كانوا سكنين في منطقة كانوا أهلها بيعبدوا الأصنام وكان الملك اللي موجود في المدينة دي كان بيكبر الناس إن هما يسجدوا للأصنام واللي ما كانش بيسجد للأصنام كان بيخلص عليه ويقتله والملك ده كان اسمه بقيانوس والشباب دول اتقال عنهم ان هما كانوا من أبناء الملوك وتقال برضو عنهم ان هما من أبناء الأكابر والشباب دول كانوا ساكنين في مدينة في الروم اسمها أفسوس وفي يوم المدينة دي كان عندهم يوم عيد الناس كلها بتعبد الأصنام وبتسجد ليها والشباب دول بدأوا يجتمعوا وبدأ كل واحد منهم يقول للتاني ان احنا لازم نعازل عن الناس دول وهنا بدأوا يبصوا على قومهم بعين البصيرة وربنا سبحانه وتعالى كشف عنهم حجاب الغفلة وبالفعل اتفقوا ان هما هيسيبوا المدينة اللي ساكنين فيها ويروحوا لمكان منعازل بعيد عن الناس دول علشان يدعوا ويذكروا ربنا سبحانه وتعالى وده اللي صح عن الامام البخاري لما قال الارواح جنود مجندة فما تعرف منها اقتلف وما تناقر منها اختلف فكل واحد منهم بدأ يسأل الشخص التاني وكأنه كان عارف ايه شعوره نحية القوم اللي بيعبدوا الاصنام وزي ما قلت لحضراتكم اتفقوا ان هما ياخدوا بعض ويطلعوا على الكهف وكان الكهف ده اسمه حيزم اما عن كلمة الرقيم اللي تم ذكرها في صورة الكهف ففي بعض المفسرين والمؤرخين قالوا ان ده الكتاب اللي كان موجود فيه اسماء اصحاب الكهف وايه اللي حصل لهم وايه اللي حصل ما بينهم وبين الملك اللي اسمه ديكيانوس وكان الكتاب ده معلق على باب الكهف علشان الاجيال اللي تيجي من بعد منهم يعرفوا ايه قصة اصحاب الكهف وبالفعل دخلوا الكهف وهنا بدأوا يتعبدوا لربنا سبحانه وتعالى ويذكروا ربنا وكان من مواصفات الكهف ده ان الباب بتاعه مفتوح نحية الشمال وكان عمق الكهف كان نحية الابلة وده بالنسبة لهم كان أنفع الأماكن اللي ممكن يتعبدوا فيها لربنا سبحانه وتعالى وكان في الصيف الشمس كانت بتشرق على الكهف ده من الجانب الغربي وكمان أثناء غروب الشمس الشمس دي كانت بتدخل الكهف من الناحية الشرقية وده كان بيحصل أثناء غروب الشمس وحكمة ربنا من دخول الشمس الكهف ده علشان الهوى اللي موجود في الكهف ده ما يبقاش هوى فاسد وفضله على الحال ده لمدة 309 سنين قمرية وكل الكلام ده لهم ما بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بتتغذى أجسامهم وده طبعا من أيات ربنا سبحانه وتعالى وكان أثناء نومهم في الكهف ده كانوا بتقلبوا على جنبهم اليمين وعلى جنبهم الشمال وكانت حكمة ربنا سبحانه وتعالى من تقلبهم أثناء نومهم علشان الجسم ميحصلوش تعفون طبعا في بعض الروايات بتقول إن هم كانوا بتقلبوا على جنب مرة كل سنة وكان في بعض الروايات التانية بتقول إن هم كانوا بتقلبوا أكتر من مرة في السنة وأثناء نوم أصحاب الكهف الكلب اللي كان معاهم ما كانش داخل الكهف معاهم لا ده كان موجود على باب الكهف وكلبهم باسط زراعيه بالوسيط وكان اسم الكلب بتاعهم حمران والإمام ابن الأسير قال في كتابه الكامل في التاريخ إن الكلب بتاعهم كان اسمه كطمير وده اللي وصلنا للسؤال الأهم ليه الكلب بتاعهم ما دخلش معاهم داخل الكهف وده طبعا من جملة الأدب للكلب ومن إكرام ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب الكهف لأن الملايكة كانت موجودة معاهم داخل الكهف وكلنا عارفين إن الملايكة مش بتدخل أي مكان في كلب أو صورة والمقصود بالصورة هو التمثال والكلام ده اللي ذكره الإمام ابن كسير في كتابه البداية والنهاية والإمام ابن كسير قال إن أهل الكتاب اتكلموا حديث طويل جدا عن الكلب ده زي مواصفاته ولونه لكن الحاجات دي كلها من الإسرائيليات وما فيش داعي إن احنا نتكلم فيها كمان بعض المؤرخين والمفسرين اختلفوا في مكان الكهف في بعض المؤرخين قالوا إن هو في أرض نينوى وفي البعض الآخر قال إن هو في أرض أيلة والبعض الآخر قال إن هو في البلقاء والبعض الآخر برضو قال إن هو في بلاد الروم وطبعا ده الراجح عند أغلب العلماء إن هو كان في بلاد الروم وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في الكرآن الكريم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولا ملئت منهم رعبة وده بسبب المهابة والجلالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على أصحاب الكهف علشان يمنع أي حد أنه هو يوصل ليهم أو يقدر يقرب منهم والآية دي ربنا سبحانه وتعالى ما كانش بيخاطف فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وده لأنه غالما الإنسان بطبيعته البشرية بيفر من أي حاجة فيها مهابة وبعد طول نوم أصحاب الكهف لما استيقظوا منهم بدأوا يسألوا بعض إحنا نمنى قد إيه فيرد عليهم واحد وقال يوما أو بعض يوم وبعد ما سيقظوا منهم كانوا حاسين بجوع شديد جدا فبدأوا ياخدوا الدراهم اللي معاهم ويدوها لواحد منهم وكان اسمه دفسوس وهنا أصحاب دفسوس قالوا له أن انت لازم تتنكر علشان ما فيش أي حد من المدينة يعرف حقيقتك وبعد ما دفسوس أخذ الدراهم دي وبدأ ينزل المدينة الناس بدأت تستغرب شكله طريقة لبسه وكمان الدراهم اللي معاه لما جاي يديها لأحد الباعة الموجودين هناك استغرب الدراهم اللي معاه لأن طبعا عد عليهم 309 سنين فالناس اللي موجودين في المدينة بعد ما استغربوه بدأوا ياخدوا الشخص ده ويودوه للملك علشان كانوا شكين فيه أن هو يكون جاسوس أو أي حد يعمل فيهم أي حاجة والملك في الوقت ده كان ملك عادل وصالح طبعا الملك اللي كان بيجبر الناس على عبادة الأصنام انتهى زمنه والناس اللي كانوا معاه من زمان جدا فبدأ الشاب اللي من أصحاب الكهف يتكلم عنه اللي حصله هو وأصحابه قدام الملك الصالح ومن هنا الملك الصالح طلب من الشاب ده أنه هو ياخدهم عند الكهف اللي كانوا نايمين فيه طبعا الشاب ده دخل أول واحد على الفتية اللي كانوا داخل الكهف وقال لهم أننا معايا ملك صالح وعايز أنه هو يدخل الكهف ولما دفسوس رجع وكان معاه الملك ودخل على الفتية إخوانه اللي كانوا معاه داخل الكهف وأخبرهم أننا كده عد علينا 309 سنين فعرفوا في الوقت ده أن ده من قدرة ربنا سبحانه وتعالى والروايات بتقول أنهم فضلوا رائدين في نمهم وفي روايات تانية بتقول أنهم ماتوا بعد الموقف ده أما أهل البلدة اللي كان موجود فيها الكهف قالوا أننا ما قدرناش أننا نوصل للكهف ده أو ما قدرناش ندخله حسيا وده بسبب المهابة والجلالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على أصحاب الكهف والنقطة دي تحديداً القرآن الكريم اتكلم فيها والناس هنا بدأت تتقسم لفريقين فريق منهم قال أننا لازم نسد عليهم الكهف علشان محدش يوصلهم ويأذيهم والفريق الثاني ودول كانوا الأغلبية قالوا لنتخذنا عليهم مسجداً وهنا بدأوا يبنوا معبد علشان يتعبدوا فيه لربنا سبحانه وتعالى وكمان علشان يكونوا قريبين من الشباب الصالحين دول وده طبعاً حرام طبقاً لحديث لسن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياؤهم مساجد يحذروا ما فعلوا وهنا يبقى السؤال الأهم كم عدد أصحاب الكهف؟ وطبعاً ده من باب جملة الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى ما يفعش نقول هم كان عددهم سبعة ولا تمانية ولا خمسة ولا أربعة إن ربنا سبحانه وتعالى حكى عنهم تلات أمور ذكر حاجتين منهم والحاجة التالتة أخفاها وهي عددهم أنا وتعالى ذكر في القرآن الكريم كن ربي أعلم بعدتهم لو كان لينا فايدة من إننا نعرف عددهم كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر عددهم في القرآن الكريم أما بقى عن نهاية أصحاب الكهف فالإمام ابن الأسير ذكر في كتابه الكامل في التاريخ فذكر وقال إن الملك الصالح ده أخدهم للمدينة من داخل كهفهم وفضل موجود معهم لفترة من الزمن وبعد كده قالوا لنا استودعك الله وبعد كده رجعوا الكهف بتاعهم مرة تانية والإمام ابن الأسير قال في كتابه الكامل في التاريخ إن هما دعوا ربنا سبحانه وتعالى إنه يقبض أرواحهم فضربنا على آزانهم ودي كانت نهاية قصة أصحاب الكهف إن هما دعوا ربنا سبحانه وتعالى إنه يقبض أرواحهم وهي دي كانت قصة أصحاب الكهف من كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كسير لحد هنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة لو أنت مكمل معايا لحد إيديا دي ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشرفنا باشتراكك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول باول وبرضه ما تنساش تتابعني على الفيسبوك والانستجرام بنفس الاسم سيفستان كان معاكم محمد سيف سلام عليكم